تعهد الرئيس السوداني عمر حسن البشير بالإفراج عن الصحفيين المعتقلين البشير قال لصحفيين الذين تمت دعوتهم للقصر الرئاسي لمناقشة الأحداث الأخيرة أن معظم المحتجين من الشباب وهناك دوافع عدت بهم للخروج إلى الشارع من ضمنها التضخم الذي أدى لارتفاع الأسعار وفرص التشغيل والوظائف المحدودة التي لا تتوازن مع عدد الخرجي